الغاء المادي 534 من قانون العقوبات يلي بتجرم المثلية الجنسية ما بيحل مشكة الهوموفوبيا بس بيلغي الغطل قانونة لنظام قمع وتعنيف المثليين وهيدا المطلب مش جديد انما عم بتزيد شعبيته بالفضل العام ما في ارقام عن قديش بتتوقف عالم بالمخافر بسبب 534 وما في ارقام كمان لعدد حالات التعذيب يلي بتعرضو للموقفين بس فيه توسيء استقصائي لشهدات بتدل انو هالتعذيب بيصير كتير قررت شرطة بلدية الدكويني مداهمة مالها جوست وقامت بالاعتداء على الساهيرين فيه بالضرب مع انو العقاب بحسب نص المادة هو سنة حبس وبتنقضع عادة بغرامة مالية العقاب مش بس عستجل العدلة انما بعرض كمان الموقفين للتعذيب والترهيب والفضح والنبز من المجتمع 534 هي الغطل قانوني لمجموعة ممارسات عنيفة تحت منها في العنف اللي بيصير ضمن القانون وخارجه اللي حوالنا بمركز 6 ضابطة عدلية من التعذيب بالمخافر والزل لتسكير الأماكن الكوير ومنع التجمعات للتحريض الألامة والعنف الميليشيوي المادة 534 بتكرس العنف السقافة والمجتمعي ضد المثليين لأنه بترسخ اعتبار المثلية غلط وخارجة عن الطبيعة بخلاف كل النصوص العلمية والفلسفية بتجرم المادة المجامعة المخالفة للطبيعة بلا ما تعرف شو يعني خطورة المادة إن بتفتح الباب لقوى الأمن مثلا هن يقرروا شو هي الطبيعة ومين ضدها ومين معا بناء على الشكل تنطبق المادة بطريقة استنسابية حسب المزاج السياسي وأكتر أشخاص بيتقزوا عادة هن يلي شكلهم شوي مختلف لهيك 534 بتطال عادة أكتر الناس مهمشين ضمن مجتمع الميمعين مثل العابيرين والعابيرات أو الناس اللي ما عندن امتيازات تحميهم من القانون معركة إلغاء 534 كانت بالكواليس بس مؤخراً تحولت لقضية عامة واضح أن الأكترية بمجلس النواب مش بوارد طرح إلغاء المادة ولا التصويت على هشي باستثناء حزب واحد وبعض النواب التغييريين وهيدا الرفض مرتبط بالهموفوبيا بالمجتمع بس كمان بمصالح السلطات الدينية لا تشريع للمثلية الجنسية في الناس هي علاقات خارج المنطق وخارج الفطرة البشرية يلي بتخاف يتحول إلغاء 534 لما تخلى إصلاح ونين الأحوال الشخصية كلها وتشريع الزواج المدني لا زواج مدني وتثبيت قانون موحد للأحوال الشخصية وهالشي بيخسر المؤسسات الدينية مداخيلة ونفوذة وقوتها السياسية ممكن يقدى طرح 534 بالمجلس كمان لاستشراس السلطات أكتر سألتني إذا الوقت هو خطيئة هو خطيئة من الكبائر كمان لهيك يمكن المعركة الأهم عم بتصير من خلال اجتهدات قضائية ترفض ملاحقة المثليين على 534 مثل ما بيشرح المحامة كريم نمور بهذه المقابلة ابتداء من 2009 بلاجت تصدر قرارات قضائية اعتبرت أن المثلية منا مخارفة للطبيعة وعلى هذا الأساس رفضوا الوضوات لعقب المثليين بتقدر النيابة العامة كمان تحدد بسياساتها أنه ما بقى تلاحق الناس على 534 وهيك بتتجمد المادة تمهيدا لألغاقة مثل ما صار بمواد تانية راجعية بأنون العقوبات بس مع الجهود القضائية الغاء 534 بمجلس نواب بيبقى معركة مهمة لأنه هي اللي بتقرر قانونية أو عدم قانونية وجود مثليين بلبنان اشتركوا في القناة